خبر معانا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واسطورة نصر كابتن خطيب يرفض الهتفات الموسيقى لعبدالله السعيد وآحمد فتحي فيه مباراة مونانا الجابوني اللقاء اللي فات زي ما كنت بقول لحضركوا لقاء الدهاب في دوره 32 لدوري أبطال أفريقيا اللقاء اللي خلص بفوز النادي الاهلي بالربعية نظيفة على مونانا الجابوني شاهد اللقاء طبعا هتفات ضد عبدالله السعيد وآحمد فتحي ولا طبعا كلهم تابعين مسألة تجددهم وملف تجددهم اللي بقاله فترة طويلة الحقيقة كعادة كابتن محمود الخطيب في فكرة إعلاء الأخلاق وإعلاء الأخلاقيات الجميلة طول عمره كلاعب وكإداري وكعضو مجلس إدارة وكرئيس للنادي دايما صفة بيكتسبها كابتن محمود الخطيب طول عمره إنه محترم قبل أي شيء عشان كده تصريحه ورفضه للاهتفات الموسيقى اللي حصلت من قبل بعض جماهير النادي الأهلي ضد عبدالله السعيد وآحمد فتحي دي حاجة ما تخرجش أو طبيعي إن هي تخرج من كابتن محمود الخطيب لكن عايزين نتكلم في نقطتين في الجزئية دي الجزئية الأولانية كان لواحد يتمنى إن بعض جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة في لقاء منانا الجابوني تبقى محترفة زي عبدالله السعيد وإحمد فتحي عبدالله السعيد وإحمد فتحي لغاية النهاردة هم على قوة النادي الأهلي واثنين من أهم نجوم النادي الأهلي والغاية الفترة والغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها هما بيقدوا واجبهم بكل احترام واحتراف فالمفروض إن الجماهير اللي كانت موجودة تبقى على نفس المستوى الاحترافية فإن هما يؤذروا الاثنين اللعيبة إلى آخر وقت هما موجودين فيه ده ليه كمان لأن احتمال وهو احتمال كبير جدا جدا إن أحمد فتحي وعبدالله السعيد يفضلوا موجودين في نيد الأهلي يعني لغاية اللحظة هنتكلم فيها ما فيش حاجة مؤكدة إذا كانوا هيمشوا أو هيبقوا بس احتمال وموحش احتمال كمان قليل إن هما يبقوا طب هيبقى إيه الوضع بقى بعد الهجوم وبعد أحمد فتحي يمشي وخده عبدالله ويمشي وبعد كده اللعيبة تفضل قاعد العلاقة بينهم وبين الجمهير هتبقى عاملة إزاي طب هتيجي إنت قلت يا أحمد فتحي يمشي وخده عبدالله ويمشي هتيجي كمان لقائين لو قاعدوا هتقوله يا أحمد يا فتحي تعالى طب منين بقى يعني إنت كده القاء بقى بيخليك تحبه وتشيله فوق دماغك والقاء تاني بتنزله لسابع أرض حاجة مش محترفة دي أبسط كلمة ممكن نقولها على الموضوع ده فكان المفروض أن جمهور الأهلي أو بعض الجمهير الأسائط لأحمد فتحي أو لعبدالله السعيد تبقى محترفة في التعامل معهم لأن الغاية دلوقتي هم لسه ما اتخذوش قرارهم لسه المفاوضات جارية بينهم وبين إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة والنهاردة كان فيه قاعدة بينهم وبين الكابتن عبدالعيز عبدالشافي المدير الرياضي لنادي الأهلي فدي كانت نقطة مهمة جدا كان لازم الناس اللي موجودة في الاستادة أو بعض الجمهير النادي الأهلي تاخد بالها منها خاصة أن أحمد فتحي عبدالله السعيد بيقده بكل جدية بيقده بكل احترام زي ما قلت قبل كده وعلقت على الموضوع ده قلت ما فيش أي لعب مهما كان أكبر من النادي ونادي الأهلي مش يقف على حد وياما لعيبة جات وياما لعيبة راحت ونادي الأهلي هو المستمر هو الباقي هو اللي بياخد بطولات وأخد بطولات وهياخد بطولات بغض النظر عن الأسماء لكن في الأخير نين لعيبة محترمين نين لعيبة كبار نين لعيبة قدوا وبيقدوا الدور اللي عليهم بمنتهى الاحترام والاحترافية والمهنية فكان المهم أن يبقى الجمهور على نفس المستوى من الاحترافية أو بعض الجمهير اللي كانت موجودة على نفس المستوى من الاحترافية الحاجة الثانية أن زي بمنشيد بشكل كبير جدا بكاتر نحمود الخطيب البن أدم المحترم والرمز الكبير وأسطورة نصر هو بيأكد على أهمية أحمد فتح عبدالله السعيد أن هم اتنين نجوم مهمين جدا وكبار ومحترمين ومحترفين بشكل جيد جدا هنا برضو في نقطة مهمة جدا لازم نقولها أن البيان اللي كان طلع عبل كده من إدارة النادي الأهلي والبيان ده اللي كان اتقال فيه أو توضح فيه أن إدارة الأهلي مستنية رد أحمد فتحي وعبدالله السعيد ده حط الاتنين لعيبة في صدام مباشر مع الجمهور تم تدارك الأمر بعد كده من قبل كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة ولي طلع وصرح وقال أنا تفاكر بعد لقاءة داخلية تحديدا قال أن جات لنا تعليمات من الكابتن محمود الخطيب أن ما فيش أي حد يتكلم في الموضوع ده خالص أي جهة رسميا من قبل أن تتكلم في الموضوع ده خالص الأمر مطروك دلوقتي للإدارة وفيه مفاوضات شغالة بس ما حدش يتكلم في الموضوع ده وأكد بقى على احترام الإدارة واحترام الأهلي ممثلا في إدارة وإدارة الكورة اللي عبدالله السعيد وإحمد فتحي بغض النظر عن القرار اللي هم يخدوه حتى لو مشوا أو يفضل الأهلي بيكون لهم كل احترام وتأدير ده حسن الصورة شوي لما حصل التطول من بعض الجماهير اللي كانت موجودة في لقاء مونانا طلع كابتن محمود الخطيب أو تكلم كابتن محمود الخطيب ورفض ده وإدارة النادي الأهلي رفضت ده وكابتن حسن بدري رفض ده وكابتن سائل الحبيز رفض ده فابتدى يبقى فيه الدعم اللي كان ما كانش موجود قبل كده للاتنين لعيبة واللي فتح الباب أو ده أو ممكن يكون يتفهم بشكل خاطئ من بعض الجماهير إن ده دوق أخضر للهجوم على اللعيبة فنتمنى خلال الفترة اللي جاية إن فيه سوابت مش هتتغير فيه سوابت بتقول إن الأهلي نادي كبير ونادي عظيم ما فيش حد هيأثر فيه لو مشي أو لو قعد في الأول في الآخر نادي الأهلي هو الكيان الباقي الحاجة التانية إن أحمد فتحي وعبدالله سائلتين لعيبة مهمين جدا ومحترمين جدا ومفيدين جدا لمنتخب مصر والأهلي وحققوا إنجازات وليهم رصيد كبير جوه نادي الأهلي قرارهم بالبقاء أو قرارهم بالمغادرة ده قرار بيرجع ليهم وكل واحد ليه حساباته ومتحقق حضرتك يا جمهور تحطهم في المكانة اللي زي ما برضو قلت قبل كده فيه فرق بين النجومة الأسطورية والنجوم الكبيرة النجومة الكبيرة بتحقق تاريخه بتحقق إنجازاته بتحقق بطولات بس مش أي نجم في روما هيبقى توتي مش أي نجم في ليفربول هيبقى ستيفن جيرارد مش أي نجم في ليوفي هيبقى ديل بيرو مش أي نجم في ريال مدريد هيبقى رقول جونزالس فيه نجوم أسطورية بتبقى علامة في تاريخ النادي بتبقى إذا كانتها مركة تجارية كده زي ما فيه بطريكة زي ما فيه محمود الخطيب زي ما فيه حازم إمام زي ما فيه حمدى إمام زي ما فيه حسن شحاتة زي ما فيه فرق جعب فيه نجوم بترتبط اسمها بالكيان وبتتحط في حتة بعيدة عن أي نجم تاني ممكن يكون جيب عديهم وعمل بطولاته ممكن يكون بطولاته بالورق أو بالألم بأرقام أكتر هنا بقى حضرتك اللي بتحدد النجم ده أنت بتحطه فين والنادي بيحدد النجم ده يتحط فين في ذاكرته أو في وجدان النادي ده لكن في الآخر عبر عن رأيك عبر عن حكمك عبر عن أي رد فعل أنت عايز تعمله بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب بدون تجاوز أو تطول خاصة لما ده يكون مع اتنين من النجوم اللي زي ما قلت قدوا وبيقدوا بمنتهى الاحترام والاحترافية مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر شكرا